وعايز أتكلم عن واحد الحقيقة تحدي الصعوب وتعرض لهجوم على مستوى في بعض الأحيان ولكنه قدر يتجاوز كل هذه الصعوبات ويثبت للجميع أنه لعب من طراز فريد وصاحب إمكانيات رائعة أنا بحب محمد هاني وبحب لعب محمد هاني وبشوف أن محمد هاني في الأوقات اللي كان بيجي هجوم عليه أه طبعا كلنا بنبقى زعلانين وكلنا بنبقى حزانة على أي حد من نجومنا يبقى مستوى مش هو ولكن محمد هاني تحديدا تعرض لهجوم كبير جدا في أوقات مختلفة ولما كان كويس يمكن كان قليلين جدا اللي بيقولوا أنه هو كويس ما كانش كويس بس ولكن محمد كان من نجوم النادي الأهلي لفترة السابقة ومحمد كان له دور كبير سواء جوه الملعب كواحد من كباتل النادي الأهلي أو حتى خارج الملعب كواحد من كباتل النادي الأهلي أو في الملعب طبعا بالأدوار اللي بيدهاله مارسيل كولر فمحمد هاني أنا بهني الحقيقة على مقدرته على تلافي الأخطاء اللي بيعملها كل المبقى اللي كان اللي كان بيعملها خلال الفترة اللي فاتت وقدر يشوف إيه الأخطاء اللي عنده ويصحح منها ويصل إلى هذا المستوى اللي كلنا كلنا كأهلوية بنشيد بهذا المستوى محمد هاني احتفى لإمبالع بخط 300 مباراة مع القلعة الحمراء زي ما قلت لحضراتكم هاني في الفترة الأخيرة بيقدم مستويات كبيرة جدا سواء مع النادي الأهلي اللي كان هذا المستوى اللي كان سبب رئيسي أن محمد يروح لمنتخب مصر وكان سبب محمد هاني في البطولات اللي حقاها النادي الأهلي في الفترة الأخيرة ومن وجهة نظري يعني البسيطة جدا أنا بشوف أن محمد هاني أفضل ظهير أيمن في مصر خلال هذه الفترة خلال نطلع نشوف تقرير عن نجم النادي الأهلي محمد هاني ونرجع نكمل مع حضرتكم مرة أخر شكرا